حسناً يا عزيزتي، خذي فرشات التلوين وهذه الألوان استمتعي كلا ماذا فعلتي؟ أنا فنانة يا أبي، انظر ستغضب أمك كثيراً لكن، خذ ورقة بيضاء فارغة وضع بعض الألوان عليها ثم أضف بعض اللون الأحمر أفرد الألوان على شكل دائرة صغيرة ثم أضع الورقة في بيس بلاستيكي عزيزتي، انظري ماذا لدي لك؟ واو يا أبي، أحببتها انظر إلى الألوان، إنها تتحرك في كل مكان لكن لا توجد فوضى إنها لا تعمل انفخ أقوى قليلاً يا عزيزي هكذا يا أمي يا إلهي، كتابي تبلل تماماً العب بهدوء يا عزيزي ولكن يا أمي، لعبة الفقاعات لا تعمل لقد استحممت اليوم بالفعل أوبس، آسف يا أمي إنه مجرد طفل، خذي نفساً عميقاً، لا بس لا أحب هذه اللعبة أعرف الحل لهذا سأستغرق دقيقة فحسب توجد ألعاب فقاعات كثيرة هذا ما أحتاج إلي تبدو مثالية، انظر ماذا لدى أمك؟ أمي، إنه خنزير إنه يصدر الفقاعات، مستحيل أنا متحمس للغاية لماذا لا تلعب؟ هذا مذهل، ممتع للغاية سنكون صديقين مقربين للأباد شكراً يا أمي على الرحب والسعادتي يا عزيزي والآن يمكنني قراءة كتابي شكراً على الكيكة تذكر أن تتمنى يا أمنيا؟ نحن ذا أمل أن تتحقق أمنيتكما لدى أباكما هدية لكما أنا؟ حسناً، هذا كل ما أملك هل تمازحني؟ حضراً يا طفلي؟ لا بأس يا أمي على الأقل لدينا كيك ربما يمكننا أن نفعل شيئاً رأيت هذا الآلان لكن شعرك جميل إنها الطريقة الوحيدة سينمو مجدداً لأجل طفلي هذا ليس صواباً شكراً يا عزيزتي لا تخلق يا طفلي الأمور على ما يرام أدايا؟ عيد ميلاد سعيد هذا أفضل عيد ميلاد على الإطلاق شكراً، أتساءل ما هي الهدية؟ نحن والدان صالحان النظرة على وجهيهما تستحق كل التعب عجباً، إنه قلم ثلاثي الأبعاد وأنا حصلت على دمية هذه هدية رائعة شكراً لكم على الرحب وسعى هنا مشي مان يا دميتي؟ لدي فكرة استخدم قلم ثلاثي الأبعاد لرسم خطوط رفيعة أفقية حتى يصبح لديك هذا الشكل ثم دور حول أطراف الشكل حين تنتهي، اصنع أشكالاً أصغر مثل هذا ألسقها معاً وستحصل على كرسي ربما ترغب الدمية في الجلوس بعد السير هذا لطيف للغاية شكراً لك الآن يمكنها تناول الكيك أنت أفضل أخي على الإطلاق لا يمكنك إجباري هيا يا عزيزي عليك غسل يديك لا أرغب في ذلك سأخرج أنا وبططي من هنا عد إلى هنا ليتك تطيرين يا بططي انقذي نفسك يا بططي هاي قدمي هناك مكعبات في كل مكان لا أفعل شيئاً سوى التنظيف انتظر خذ بعان وأضف الصابون الولامي لوذ الصابون وأضف صبغة طعام نقطة صغيرة تكفي اقلب الصابون وصبغه تأكد من أنه ممزوج بالتساوي حين تنتهي صب الصابون في قطعة مكعبات صغيرة احذر كي لا تسكب شيئاً املأ المكعبات حتى آخرها افعل نفس الشيء على الجانب الآخر ثم اتركها لتجف اقلب قطعة المكعبات وانزع الصابون لدينا صابون جميل وملون ما رأيك؟ مكعبات صابون؟ أعطيني إياها ها أنت دا؟ إلعب بها جيداً واو توجد ألواناً مختلفة لنجرب الصفراء هذا رائع أكره كوني مريضان صغيري المسكين حرارتك مرتفعة هذا ليس جيداً علينا أن أعالجك هانا وقت الأمي الممرضة ما هذا؟ همزح أحتاج إلى هذا قليل من المزاح؟ هذا ما نحتاج إليه لكني لا أحبه إنه مقزاز ولكنك تحتاجه لتتحسن افتح فمك كلاً مقزاز أمي لا أريد حسنان انظري يا أمي أريد الصودة أظنني أعرف كيف أجعله يأخذ الدواء ابدأ بعبوة صودة فارغة وافتحها من المنتصف ضع شراب الصعال فيها ثم اطوي العلبة مجدداً وضع قشة في شراب الصعال أحضرت لك الصودة يا عزيزي احتسيا كلها شكراً يا عمي أحسنت يا صغيري ضعمها مختلف لكني أحببتها فوم فوم هالغرفة تعمها الفوضى مرحباً يا أمي أعرف علي الخروج ولكن يريد هذه الغرفة نظيفة عندما أعود لكن حسناً هذا أكبر برج في العالم كلا عادت أمي علي أن أتصرف وسريعاً ستكون المكنسة مفيدة جوراب انتظر قد ينجح هذا صادع الجوراب على خرطوم المكنسة ثم سأشفط كل المكعبات وهذا يعني أني سأجمعهما سريعاً ولا نفقدها وما علي الآن سوى نزل الجوراب عجباً إنها كثيرة علي إخفاء هذا يا له من عمل جيد ماذا هذا أجل تستحق مكافأة شكراً احذروا فوم فوم مرحباً يا أبي مرحباً يا حبيبتي لدي حلوالك رائش شكراً لك أريد بعض العصير أيضاً فتاة طيبة ماذا؟ لا بأس أوبس آسفني يا عزيزتي كانت تلك شاحنتي المفضلة أعرف سيصلح أباك الأمر لكني أحتاج إلى هذه العلبة الكرتونية انزع غطاء علبة العصير ضع عوضاً خشبياً في الغطاء ثم ضع قشة شرب على العود وضع الغطاء على الطرف الآخر للعود لصنع العجلات ثم أخذ علبة العصير وضع عليها الغراء نحتاج إلى خط رفيع على العلبة الكرتونية حين تنتهي ألصق عليها العجلات أضف زوجاً آخر من العجلات على قاع العلبة والآن خذ بالوناً وضع قشة داخلها أحكم إغلاق البالون برباط مطاطي وأوصله بعلبة العصير انظري ماذا لدي هنا ماذا؟ لنتسابق سأريكي خذي هذا عجبان إن فخنا البالونين فستتحركان على الأرض مستعدة انظري إلي ما يتحركان إنني أفوز شكراً يا أبي أريد اللاعب إهدأ هاد خذ هذا آو آو مللت من هذا قلت توقف انتظر سأخذ هذا الوعاء ينطغي أن يبقي هذا مشغولاً لبعض الوقت هذا أفضل أكثر استرخاء ماذا؟ خدعتكي يمكن أن تكون التربية الطفل أمراً صعباً ولكن مع هذه الحيال ستكون حياتك مع صغيرك أسهل قليلاً ما الأمور المريحة التي يفعلها أهلك؟ أخبرونا في التعليقات أدنى تذكر مشاركة الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة المزيد من الفيديوهات المريحة ترجمة نانسي قنقر